تتجه أنظر عشاق السحرات المستديرة صوب الساد القاهرة الدولي مساء يوم الأحد لمشاهدة المباراة الحاسمة والمصيرية لنهاء دور أبطال إفريقيا بين فريق كرة القدم الأول بالنادي الأهلي والوداد المغربية في هذا الإطار يكثف الجهاز الفني للأهلي بقيدة السويسرية مارسيل كولار تحضيراتي لهذه المباراة الهامة ويسعى الفريق لإضافة اللقب الحادي عشر له في دور الأبطال لتعزيز مكانتي في صدارة أكثر الأندية الإفريقية تتويجا بالبطولة عبر التاريخ مواجهة هامة ومصيرية يترقبها عشاق كرة القدم الأفريقية في نهاء أعرق البطولات القرية على صعيد الأندية دور أبطال إفريقيا بين فريق كرة القدم الأول بالنادي الأهلي وشقيقه الوداد المغربي في تكرار لنهائي النسخة السابقة من البطولة في عام 2022 تحت شعار الفوز ولا شيء غيره يدخل النادي الأهلي اللقاء أمام الوداد مستعينا بجماهيره العريضة وخبراته الكبيرة في مثل تلك المواجهات حيث يستاذ في الأهلي تحقيق أفضل نتيجة ممكنة في مباراة الزهب التي تقام مساء الأحد على استاذ القاهرة الدولي لتسهيل المهمة في الإياب قدر الإمكان مواجهة الأهلي أمام الوداد المغربي في الدور النهائي مساء الأحد ليست الأولى حيث التقى الفريقان مرتين من قبل في نهاء النسختي البطولة لعامي 2017 و2022 وحقق الوداد اللقاء في كل المناسبتين كان الأهلي قد وصل إلى النهائي بعد تخطي ترجي تونسي بربعية نظيفة بمجموع مبارتي الذهاب والإياب أما الوداد المغربي فأقصى ساندونز الجنوب إفريقي وانتزع تذكرة التأهل النهائي من بريتوريا مستفيدا من تعادله خارج أرضه بهدفين لكل فريق بعد انتهاء مباراة الذهاب في الدار البيضاء بالتعادل السلبي ورغم البداية المتعثرة في دور المجموعات بدور الأبطال إلى أن المارض الأحمر استفق وتأهل عن مجموعته في الجولة السادسة والأخيرة بعد انتصاره على الهلل السوداني بثلاثية نظيفة الاستفاق الأهلوية في البطولة القرية انعكست على نتائجه المتميزة خلال الفترة الأخيرة حيث لم يعرف الأهل الهزيمة أو تستقبل شباكه أي أهداف خلال آخر ست مباريات في دور الأبطال فحقق الانتصار في خمس مباريات وتعادل في مباراة واحدة سلبياً أمام الرجاء المغربي الشقيق ومع وصول نادي القرن إلى نهاء دور الأبطال للمرة السادسة عشر في تاريخه العريق تطمح جماهير الأهلي لمواصلة فريقهم عروضه المتميزة وتتويج مجهوداته بإضافة اللقب الحادي عشر للفريق في دور الأبطال لتعزيز مكانته في صدارة أكثر الأندية الإفريقية تتويجاً بالبطولة عبر التاريخ ترجمة نانسي قنقر